بسم الله. بسم الله. معكم. من قناة تعلم اللغة الفرنسية على اليوتيوب. زي ما اردوكم ان شاء الله كل فيديو هنشرح درس كامل من دروس اللغة الفرنسية للصف الاول السنوية. النهاردة معنا الدرس التاني من واحدة التالتة. وهنتكلم فيه عن ايه? ازاي نسأل ونقول عن الساعة. هنزاي نتكلم عن جدول الحصص. ودي الحاجات اللي احنا ندرس ان شاء الله ما بعض في الوحدة. المواد الدراسية بعد جيدا ايام الاسبوع. بعد كده نتكلم عن الساعة. نسأل ونجاوب عليها. بعد كده نتكلم عن مواعيد الحصص ونقود الاستفهام. وهنغط صفات النكرة اللي هي كلمة كل لان ليها اربع اشكال في اللغة الفرنسية. هنبدأ اول حاجة في قراءة زي ما تعودنا بالنطق الصح بتاعها. لان انا بحب اعلم الطالب ازاي ينطق زايد ان هو يفهم الليسان كويس. هنبدأ بالكلمات المسكولى. مسكولى يعني مذكرة. اول كلمة كلمة ان دمي نصف. انجو ميل او زوق. انجور يوم. اموان شهر. ان رانديو موعد. لديجوني وقبة الغداء. انار فن. انديبو بداية. اللي ماتن الصباح. اللي ميدي الظهر. لابريميدي بعد الظهر. لسوار المساء. لمنوي منتصف الليل. ان كار ربع. ان كونجي عطلة. ان كونترول امتحان. بعد كده عندنا الكلمات الفيمينة المؤنسة. اون لانج لغة. اون سومن اسبوع. اون دات تاريخ. اون في حياة. اوناني سنة. اون ماتياغ مادة. اون اكتيفتي نشاط. اون موزيك موسيقى. اون اغ ساعة. اون دمي اغ نصف ساعة. اون اغ دمي يعني ساعة ونصف. خلي بالكم من كلمة دمي. لو جت قبل كلمة ساعة. بنكتبها من غير الاي. الاي. ولو جت بعد كلمة ساعة. نحط اخرها اي. اخرها اي. عشان ممكن تجيب الاختيارات. عندنا كلمة المكتوبة باللون الغزدة. اه كلمة في ميناء. مش اخرها اي. مش اخرها اي. اللي هي كلمة لانوي. وهنا عندنا كلمتين. اخرهم اي. بس مش في ميناء. مش مؤنس. ولكن مسكولة. دكار. عشان معظم الطلبة بيقولوا ان كل كلمات او حافظين او حد بحافظهم كده. بيقول لهم ان كل الكلمات الاخيرة اي هي تكون في ميناء. لا. الكلام ده غلط. في كلمات كتير. اخرها اي مش في ميناء. ولكن تكون مسكولة. بعد كده عندنا الفغ بالافعال. يشرح. يرجع. اتودي. يذاكر. pense. يفكر. اعرف. يصل. ديجوني. يتغدى. اكسبرمي. يعبر. دوري. يستغرق. امي. يحب. ادوري. يعشق. بريفيري. يفضل. دتستي. يكره. كمانسي. يبدأ. سترميني. ينتهي. بروزي. يكترح. ساواري. يعرف. ملاحظين لما بكره معكم. بقول اي. امي. ادوري. بريفيري. دتستي. كمانسي. سترميني. بروزي. يعني اي فغ باخره. ار بيتنطف في الاخر. ا. بعد كده عندنا الادجكتيف والادفغ بالبريفيري. والإكسبرسيون. عندنا هنا. بريفيري. مفضل. لو زودنا او مفضلة. انتريسان. شايك. لو زودنا او هتبقى حاجة اي شايكة. اميزون. ممتع. او مسالي. نحط لها او. اميزونت. ممتع. سكولار دراسي او مدرسي. فاسيل سهل وسهلة. ديفيسيل صعب وصعبة. بيان جيد. بار جوغ يوميا. بار سومين اسبوعيا. بار موان شهريا. يعني كل الايام او كل اليوم. معناها كل. تماما. معناها بالضبط. بيهميني جدا جدا ان الطالب لازم يكون حافظ 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 الكلمات ومعانيها كويس اوي اوي اوي. ده بيسهل عليها كتير جدا في الشرح والحل. اول حاجة نبدأ بها هي. لجوغ دولا سومين. اول حاجة لازم تعرف ان كلمة يوم كلمة مذكرة. عشان لما بيجي كل باخوتها الاربعة سيبيجي لكم في الاختيارات كل دي. وكل دي. وكل دي برضو الاخراء اس وكل دي الاخراء اس. فاحنا طبعا لازم نختار كل اللي هي ايه بتاعت المذكر. كل جوغ سومنو. يبقى كلمة جوغ كلمة ايه مسكولا. وكلمة سومين اسبوع يعني كلمة في ميناء. ها قرأ ايام الاسبوع. الاسبوع ده هو الاسبوع بتاع مصر. ولكن الاسبوع بتاع فرنسا بيبدأ يوم ايه؟ اللاندي. يعني اول يوم بيكون لاندي. بعد كده ماردي. وهكذا. لغاية ما نوصل الاخر يوم يوم ايه؟ الدمانش. الحد. يبقى نقعد بالنا ان الاسبوع في مصر بيبدأ يوم ايه؟ يوم السامدي يوم السبت. ولكن الاسبوع في فرنسا بيبدأ يوم ايه؟ يوم اللاندي. تمام. ازاي نسأل عن اليوم؟ بالنسأل عن اليوم بنقول ايه؟ كالجوغ سومنو. كالجوغ سومنو. او اوني كالجوغ. اوني كالجوغ. احنا يوم ايه؟ عشان تجاوب لو سألنا بالسؤال الاول ده نوصام كالجوغ او كالجوغ سومنو احنا يوم ايه؟ هتقول نوصام ل زائد اسم اليوم. يعني مثلا النهاردة انا بشرح لكم الدرس في يوم الاتنين. يبقى نقول ايه بقى نوصام للاندي. لو بشرح الدرس يوم الثلاث يبقى نوصام لماغدي وهكذا. اوني كالجوغ. احنا يوم ايه؟ هنقول اوني. ل مسلا ماغدي. لجودي وهكذا. يبقى ايام الاسبوع كلمات سهلة جدا وبسيطة. في بس بعض الملاحظات عليها عايز اقول لكم عليها. اشتغضوا بلكم انها في الاختيارات. كل الايام بتاعت الاسبوع كلها مذكر. كلها بتاغود لو. كلها بتاغود ايه؟ بتاغود لو. لسام دي احمد فا او كلاب. يعني يوم السبت احمد بيروح النادي. اعداد المعرفة لو دي بتدل على ايه؟ على تكرار الحدث. مثلا لو سام دي معناها ان كل يوم سبت. شاك سام دي معناها كل. وتو برضو معناها كل. تو دي سام دي. يبقى لو دي بتساوي شاك. بتساوي تو. تو اخواتها الاربعة اللي احنا ناخدهم في الدرس ده. الاسبوع في فرنسا قلت لكم بيبدأ يوم ايه؟ السام دي السبت. ويوم الفندغو دي هو يوم الاجازة بتاعتنا. يبقى عندنا في ايجيبت. لا سومين كومانس ستارت. يبدأ. السام دي. اون ايجيبت. لفندغو دي هو الويك اند بتاعنا. ولكن في فرنسا. ان فرنسا. لا سومين كومانس لولندي بيبدأ يوم الاتنين. والسام دي. اليومين دول هما يوم الاجازة. لان عندهم ايام الاجازة سابت و ايه و احد. وفي بعض الدول العربية زي الامورات بدأت تعمل ايه؟ النظام ده. الاسبوع عندهم يبدأ يوم اليوم الاتنين. نو سوم ماركو دي. اتفاقنا وقلنا ان كل ايام الاسبوع كلمات ايه مسكولان. يبقى نقول ايه؟ لمركو دي. جو في او سينيما لفندغو دي. زي ما قلنا ان كل ايام الاسبوع هي مذكر. فهندور هنا على جامع المذكر. طب جامع المذكر بيبقى دايما اخره ايه؟ اس. مش او اس. لان الاس مع جامع ايه؟ المؤنس. السؤال اللي بعده. جو دي. جي كور دي. شيمي. هنا عشان نقول كل خميس هنستعدم كلمة مين شاك. لان كلمة ل مش موقودة. ان ايجيبت لا سومن سترمين في مصر. الاسبوع بي انتهي امتا ايوان؟ لفندردي. ايه انتر لمركو دي. ايه لولندي. ما بين يوم الاثنين والاربع عن داني يوم ايه؟ لمردي تلات. ايه لبرمي جو دو لا سومنة ان فرنس هو اول يوم في الاسبوع في فرنسا. ايه هو لولندي. جو نو سوم. اتفاقنا وقلنا نجو كلمة مذكر. نختار الايه؟ المفرد المذكر بتاحها اللي هو كل. وكل معناها اي؟ مع كلمة نو نختار كلمة مين؟ نو سوم. اتفاقنا وقلنا ان كل ايام تكون ايه مذكر هتبقى لولندي. يبقى كده انتهينا من ايام الاسبوع وندخل بعد الوقتي على المواد الدراسية. هنقرأ المواد الدراسية مع بعض ونركز في النقط بتاعها ولازم نكون عارفين المواد مذكر ولا مؤنس. الفرنسي، الانجلي، الاراب، اليتاريان، الالمان، الاسبانيول كل الكلمات دي المواد دي كلها مذكر. الاسطور، التاريخ والاختصار بتاعه اسمه استو ودي كلمة في ميناء. الاجيوغرافي، الاختصار بتاعها جيو ودي كلمة برضو في ميناء. الاشيمي، الكمياء في ميناء. التكنولوجي، اختصارها تكنو، التكنولوجيا في ميناء. الفيزيك، الفيزياء في ميناء. الاجيوغرافي، الاحياء برضو في ميناء. بيو اختصارها كلمة بيو. الاجيوغرافي، الاجيوغرافي، ودي كلمة في ميناء. معناها الالعاب. الفيولوسفي، الفيولو، ولفيفالسافة، ودي كلمة بيو. الزر بلاستيك، ودي كلمة مسكولى، ودي معناها الرسم. الماتماتيك، اختصارها مت، ودي معناها رياضيات. السيانس، العلوم، ودي كلمة بيو. السيانس دولا في دولا تير، يعني الجيولوجيا، ودي اختصارها svt، ودي كلمة بلوريال. في ميناء بلوريال. إزاي نسأل عن المادة المفضلة بنقول إيه لازم نستخدم الكلمة دي ما ينفعش نستخدم الكلمة دي هما لتنين نفس المعنى ولكن الاستخدام مختلف أنا بتكلم عن الماتيخ المادة ودي كلمة إيه مؤنثة فلازم نختار معاك كالة اللي فيها دبل أل يبقى السؤال إيه هو كالة ماتيخ بريفيري ما هي المادتك المفضلة هترد تقول شو بقى المادة بتكلم عن لفرانسي لجيوغرافي لماتيماتيك لانجلي على حسن متر بتتكلم عن ايه. في سؤال تاني ممكن نقول اي مادة تفضل? هتقول مع ماتير بريفيري ايه كذا. او ممكن تجاوب نفس الكلمة دي ليجب بريفير برضو عادي. في بعض الملاحظات. المواد الدراسية بتاخد حرف الجر او مع بي اتر عشان اعبر عن المستوى. ازاي يعني انا اكون قوي في الفرنسي. ممكن اقول في الماس مثلا. انا اكون متوسط مثلا في الانجليش. ايه بعد الوقت نعرف ان المواد الدراسية مع بي اتر بتاخد حرف الجر او. طب عشان عبر عن ميولي يحب الحاجة باستخدم الافعال دي. دي بمعنى يكره ودي بمعنى يعشق ودي بمعنى يحب ودي بمعنى يفضل. الاربع كلمات دول في كل السنين لغاية الثالثة سنوية لازم تعرفوا ان هما بيجي بعديهم اللو واللا وليه حتى لو كان نافية. حتى لو عشان فيه طلبة بيختاروا في النافية دو. لأ غلط. يبقى الاربع افعال دول بيجي معهم مين? لولا الى حتى لو كان نافية. في كل دلوس في كل في كل المراحل بتاعت السنوية كلها. عشان نتكلم عن جدول الحصص نستخدم فغط بافوغ. يعني انا عندي. تمام? بدون اداة مع المادة. ازاي? يعني جي مات. مش هتقول مسلا ايه? جي لي مات مسلا لا. هتقول جي مات على طول. جي انجلي مسلا. وتقول اسم اليوم لولندي. طيب ممكن تستخدم كلمة كور. لو تستخدم كلمة كور باي بتستخدم بعديها دو. مسلا جي كور دو مات لولندي. عندي حصة مات يوم اي اللندي. ممكن تزود قبل كلمة كور رقم. جي تروى كور عندي تلات حصص. دو مسلا فرنسي. الفرنسي. يوم الخميس. وهكذا. ندخل على الاسئلة. ماريون قوية في المت. عايز نقول في المت. طبعا نقولنا لما نعبر عن المستوى بتاعنا بنستخدم حرف الجرقان. طبعا هنا يبقى لولا ولي على طول. وطبعا جيوغرافيا مؤنس. نختار لا. ما ينفعش نختار دي ولا دي عشان الفرب دا بيجي معا لولا ولي. كلمة مادة قلنا كلمة مؤنس. يبقى لازم ندور على الاداة المناسبة بتاعتها المؤنثة. كل. اي مادة تنتفضل. طبعا هنا فيه فرب اي. فرب اي مي. وهنا سيونس الجامعي بنختار معا كلمة ل. هنا في كلمة دي التست. وهنا في كلمة استوار بتبدأ بحرف متحرك. يبقى لابستروف. لان دي من الافعال الاربعة اللي بيجي معا لولا ولي. بستروفوا ليه. بس خلي بالكم هنا بقى جاية جامعة. طب الجامعة ده جامعة مذكرة ولا مؤنس. المفرد كان مؤنس. يبقى الجامعة برضو ايه? مؤنس. يبقى نختار كلم. كده خلصنا الماتيغ السكولير. هسيب لكم الاربع اختيارات دول صغيرين جدا يعني تحلهم في الدفور هشوف انتو فهمتو طيب ولا لأ. حلو ده في الدفور. ازاي نتكلم عن الساعة? دماندي اي ديغ لغ. هنقول. كالوري تيل? او كالوري لي? او اي لي كالور? او لغ سيل فو بلي? او تو يا اون مانتر? كلام ده معنى ايه? اول ثلاث كلمات ده المعناهم ما الوقت. اول ثلاث اسئلة. بعد كده بيقول له الساعة لو سمحت. الساعة كاملة لو سمحت. اذا ما احنا بنقول كده بايه بالعربي. تو يا اون مانتر؟ هو انت معك ساعة. طب عشان نجوب لازم نبدأ بالكلمتين دول. اي ليه? والرقم. وكلمة اغ. للساعة تمانية مثلا اي ليه? والتغ. الساعة عشرة اي ليه? دي زغ. وهكذا. دكاغ. بس انتو احفظوا سؤال منهم مثلا عشان يكون ثابت معكم. كالوري تيل مثلا. عشان نتكلم عن الساعة عندنا طريقتين. في الطريقة اللي هي الرسمية. ودي بتتكتب بالارقام. وفي الطريقة اللي هي عادية. ودي بتتكتب اللي هي مثلا ايه? وربع ونص الا ربع. اما الطريقة الرسمية اللي بتستخدم في المحطات ومحطات الكتار او محطات البساط او المطارات او الشركات وكده. لازم تكون ساعة ايه رسمية لان وقتهم بيتحسب بالدقيقة. مسلا الساعة دي لما نيجي نقولها نقول ايه? الساعة كان تسعة. طب هنا تسعة ودي طبعا الرقم ده يكون اتنين. لما يكون العرب الطويل وقف على اتنين اسمها وعشرة. يبقى بنقول الرقم على طول. طب هنا وربع. وربع اسمها ايه كاغ. ولكن في الساعة رسمية ما ينفعش نقول كده. ولكن نقول ايه? رقم الدقايق اللي هو كانز. خمسة عشر دقيقة. هنا إلي نوفير تغانت. يعني ونص. لان كلمة ونص اساسا اسمها ايه? ايدومي. ولكن عشان بكلم عن ساعة رسمية ما ينفعش اقول ايدومي. ولكن اقول ايه تغانت. هنا إلي نوفير كاغانت. كاغانت يعني ايه يعني اربعين دقيقة. طبعا لما يكون وقف على ايه? على تمانية. ما ينفعش نقول إلا تلت. لان دي ساعة رسمية. طيب إلا وربعين نقولها ازاي? هنقول كاغون سانك. وخمسة واربعين دقيقة. طيب إلا خمسة نقول ايه? سانكون سانك. وخمسة وعمسين دقيقة. الساعة عشرة. ايه ليه مسلا ديزر. الساعة ايه عشرة. طيب. الساعة بقى تلاتة بعد الظهر. ما ينفعش نقول تلاتة بعد الظهر في الساعة الرسمية. ولكن بنقول ايه? ايه ليه كانزر. تمام? يعني الساعة مش بيطعف عند اتناشة. لا دي بتكمل. تلاتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. لغيت الساعة تتة وعشرين عادي جدا جدا. وهنا هو الساعة تنين وعشرين. لان الساعة عشرة ايه مساء. طيب الساعة بقى اتناشر في المنتصف اللي بنقول ايه بقى زيغو ايغ. زيغو ايغ. دكو? ده بالنسبة للساعة ايه الرسمية. طيب الساعة العادية. الساعة العادية بقى بنقول مسلا نستخدم كلمات دي. دو متا صباحا عندكم دو لبخيمي دي. اللي موجود عندنا تحت هنا. معناها بعض الظهر. وفي كلمات دو سوار مساء. دكو? وهنا عايزة اقول مسلا الساعة تسعة وعشرة اقول ايه ليه نوذور دي الساعة دي. طيب وربع بقى. ما ينفحش نقول كنز. خمستاشر لا. ايه ليه نوذور اي كار. معناها وربع. ايه ليه نوذور اي دمي. معناها ونص. ايه ليه ديزهر موان فان. دي معناها إلا تلت. ايه ليه ديزهر موان لكار. إلا ربع. ايه ليه ديزهر موان سانك. إلا خمسة. لان دي الساعة عادية. ايه ليه مي دي بقى. لو ايه مي دي معناها اتناشر الظهر. وبيكون جايب لنا مثلا ايه رسمة ايه الشمس. منوي بقى لما يكون جايب لنا رسمة الهلال. بنقول ايه ليه منوي الساعة اتناشر بالليل. زي موجود عندكم هنا كده منوي. ايه ليه ديزهر مثلا دي سوار. مساءن. فخلي بالكم منكم في بعض الكلمات بنضيفها للساعة. دي متان صباحا. دي لابقيمي دي بعض الظهر لغية العصر يعني. ودي سوار مساءن. وبنستخدم كلمة كار وكلمة دمي. كار ربع ودمي يعني نص. في بعض الملحظات زي ما اتفاقنا كل درس بيكون عليه بعض الملحظات. الساعة دايما بتغطي حرف الجر ايه ا. مثلا. يبقى اي ما شوف الساعة في اي اختيارات لازم اخترق لها حرف الجر ا. عشان نتكلم عن الساعة كبداية وكنهاية. بنستخدم الدو والا. ازاي؟ الرحلة ستبدأ من يعني دو ويتور دو متان. ا يعني الى 22 ا. يبقى الرحلة ستبدأ من لي. يبقى كلمة من معناها دو وإلى معناها ا. طيب في الساعة العادية بنستخدم كلمة ايه زي ما اتفاقنا. وبنستخدم كلمة موان. ايه معناها وي. موان معناها الا. ايه لي دو زور اي كار وربع. الساعة اتنين وربع. اي لي دو زور موان لو كار الساعة اتنين الا ربع. خلي بركوا بقى بالكلمة دو مي اللي شرحتها في اول الدرس النهاردة. دو مي بندفلها اه تمام لو جات بعد كلمة ساعة زي كده. دكار. ولكن لو جات قبل كلمة ساعة بنحطرهاش ايه بنحطرهاش اه. يبقى مسلا الى غيف دون زين دو مي اه هو هيصل خلال نصف ساعة. دكار. اي لي مي دي اي دو مي زي ما انت شايفين هنا كده. دي مفيش هنا كلمة اغ فبننزل دو مي عادي. لازم يكون فيه كلمة اغ عشان نزل كلمة مين دو مي. دكار مسلا جي تغيزان اي دمي انا عندي 13 سنة ونصف هتنزل دو مي زي ما هي. يبقى اول ما شوف الاغ قبل كلمة دو مي يبقى نزود للمي حرف الاغ. مفيش طبعا كلمة اغ يبقى ما نزود لاش حرف ايه حرف الاغ. عشان نسأل عن معاد محدد بساعة بنقول ايه اكلغ ودي معناها في اي ساعة. مثلا في اي ساعة هيكون الماتش في اي ساعة هيرحل الكتار وهكذا. اكلغ لكو كومانس في اي ساعة ستبدأ المحاضرة. عندنا هنا بقى الفترات بتاعت اليوم مهم او الكلمات دي يا شباب. لازم تكونوا حافظينها بالمعنى. صباح. لومي دي الظهر. لابخيمي دي بعض الظهر. لسواغ في المساء. لومينوي منتصف الليل. الصبح طبعا بيكون مسلا ايه من الساعة واحدة لغاية الساعة كام اه اه اتناشر. عند depende Technologies. لازم نقول ايه الي ايه دي زور? ايهل دي سابتة 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 سابتة. في طالب يقول لي يا مسيو هني كل على طول عشان كلمة أغغ أقول له لأ ما نتخلي بالك لو السؤال زي ده كده نختار كل 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 ده سابت ولكن هنا بيقول لي في أي ساعة انت هتروح المنتزى يبقى تمام يبقى إمتى بنعرف دي من دي لو جاب هنا اغغ تيل أو اغ إلي يبقى بنختار كل لو جاب بقى كلام كتير يبقى بنختار كل هنا ما فيش أي كلمة ساعة خالص يبقى نختار كون كون معناها متى متى ستذهبون إلى الليسي لان ما فيش كلمة أغ خالص مالك أغيب أو كلوب طبعا أقولنا الساعة لازم يقابليها أعلى طول إلي أونزهور لوكار عشان معناها إلا ربح لتغانب نختار كلمة دومي لأخيرها أ طب لي يا مسياني مخترتش الأول عشان كلمة دومي جاعت بعد لأخير هنا بنختار دومي دي لي عشان جاعت قبل لأخير بيفتح من إلا زي ما اتفقنا من شوية من يعني دو وإلا يعني أ إلي أونزهور كار إي كار إلي ساعة حداشر وي ربع كل أغ إلي إحنا قلنا إيل سابتة مع الأخ كل أغ إيل إي اللواء أستي بتعفير بأتر كل أغ إلي جا في أوليسي هنا بقى طبعا ده مش بيدول على الوقت يعني مش بيدول على الساعة بالزبط ده بيدول على الوقت عادي يبقى لومتا زي ما احنا قلنا فوق هنا لومتا بعد كده عندنا جاعت ريزان يعني أنا عندي تلاتةاشر سنة لأن كلمة أون اللواء هي بتيقي الوحيدة هنا ما ينفعش دي ما ينفعش دي ما ينفعش دي هنا دلوقتي عندنا أربع صفات بمعنى كل أو جميع كلمة تو توت تو توت الفرق بينهم هما كلهم بمعنى كل عادي أو جميع ولكن الفرق في الاستخدام تو مع المفرد المذكر توت مع المفرد المؤنس تو مع جامع المذكر توت مع جامع المؤنس يعني دايما المؤنس بيكون أخره أو في الكلمات دي وجامع المؤنس أخره أو أس طب جامع المذكر بيبقى أخره إيه؟ أستغبية مثلا هنا في كلمة له يبقى نختار تولي أحبه بالجميع كل الفصل يروح الملعب جام تولي كوغ أحبه كل الحصص جام توت لي ماتير أحبه كل المواد الدراسية شاك بتيجي برضو بمعنى إيه؟ بمعنى كل بيجي بعديها مفرد بنوعيا ممكن يجي بعديها مذكر أو ممكن يجي بعديها إيه؟ مؤنس مثلا كل سبت بروح السينما هنا في كلمة لا يبدو لع المؤنس يبقى نختار كلمة توت نختار برضو توت عشان آخرها أ لمند يبقى نختار هنا تو عشان دي مذكر دي طبعا جامع مذكر يبقى نختار إيه؟ تو ميدوغ وقارد لتليفزيون ليه بندرودي احنا طبعا نتفع نقول الأيام كلها إيه مذكر يبقى نختار جامع مذكر تو مي كامرات سنت انتليجنت طبعا انتليجنتي هنا جاية صفة في جامع المؤنس عشان آخرها إيه؟ آخرها إيه يبقى لازم نختار إيه بقى آآ 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 الأدات الاستفاهم اللي آخرة الكلمة اللي آخرها معناها كل طبعا كلمة سوار كلمة مسكولة يبقى نختار جامع مذكر تو جام لس بور احنا بنتكلم عن رياضات ورياضات برضو جامع إيه؟ نعمع مذكر نختار تو طبعا برضو أيام لسبوع وكوه ده مذكر يبقى اختار برضو تو. من اول هنا بعشرة لغاية اربعة عشر. هتحلوها فين? في الدفور. دلوقتي بقى معنا الاستفهام. طيب بالنسبة للدفور بس كده عشان هسبت لكم الصورة. ممكن تاخد سكرين هتوقف الفيديو. تحل الاسئلة وتبعت الحل فيه الاستفهام. احنا اكلمنا الاستفهام في الدرس الاول عن كي من وكمبيان دو كامعدد وكو وكاسكو وماذا? دلوقتي معنا كلمة كل باشكالها الاربعة. كل للمفرد المذكر. كل للمفرد المؤنس. كل لجامع المذكر. وكل لجامع المؤنس. النطق هو هو النطق. ولكن الاستخدام فقط هو المختلف. وعندنا السؤال التاني. معناه في اي ساعة. والسؤال التالي اللي هو معناها متى? ودي بتسأل عن وقت مش محدد بساعي. يعني بيسأل عن اي وقت. اي وقت عموما. هنقود امثلة. مثلا بيقول لي هنا. جي فرانسي الماضي. يبقى يعني اي يوم. ليه اختار هنا كل دي? لان جور دي كلمة ايه? ماسكولا. طيب بصوا هنا على كلمة ماتير مادة. اخترنا معاها كل هنا. ليه كل دي? عشان ماتير كلمة في ميناء. طيب بصوا هنا على كلمة اللغات. اللغات دي جامع ايه مؤنس. فانختارنا كل الاخرة او اس. هنا كلمة سبور رياضات. رياضات جامع مذكر. فاخترنا كل اللي فيها ايه? اللي فيها اس. يعني بحاول اختصلكوا بقدر الامكان. عشان خاطر ايه طلبة اللي لسه ما ذكرتش من اول السنة. فحاول تنجلس بسرعة. وتفهم الاساسيات. عشان نسأل عن وقت محدد بساعة. نسأل باكلور. مثلا جي في اوليسي. انا بروح المدرسة. او يطول الساعة كام? الساعة تمانية. يبقى نسأل اكلور. فا تي اوليسي. في اي ساعة تذهب الى الليسي. او تي اوليسي اكلور بتروح الليسي الساعة كام? هنا كون معناها متى بتسأل وقت مش محدد بساعة. زي مثلا. ايه نسأل بكلمة كون? كون بروحوا النادي امتا وهكذا? نخلش على الكيستيون. هنحل منهم كام كيستيون ما سيبلكم الباقي. ميزيك. ميزيك دي جامع مؤنس عشان اخرها او اس. تمام? نختار معنا كال. كال ميزيك تبري فير ايه الموسيكة او انا هو الموسيكة اللي بتحبها. طالما هنا في كلمة فده بيدول عالمذكر. ديبان نختار كلمة مين. بلدك ايه. ايكول. ايكول دي مؤنس. نختار معا كال ايكول. افار دي جامع مؤنس معناها اشياء. ديبان نختار كال الاخيرة ايه الاخيرة ايه اس. داكور. باي الكيستيون بادي هنحلها فين في الدووار. في الدووار. انتغن لباج نقلب الباج. دي برضو اسئلة كبتيرة جدا على الدرس اللي ستفهم. نحلها برضو. كلها في الدووار ونبعت الحالة في الكومنتر. وانا هبعت لكم الموديل دو غايبونس. الموديل الانسر بتاعتها. داكور. هنا بقى عندنا في البرودوير. الاميل. طبعا زي ما تقفى هنا في الدرس الاول بيجيلي ايميل بالشكل دا. دو يعني من ا يعني الى واسم السوجي اللي بنتكلم عنه هنا. بنعمل ايه? بنعكس الشخصيات دي. يعني هنا في ريب. هنحط هنا في ريب. هنا انتغن مسلا تعت هنحط هنا فوق. بيبدأ بكلمة سالو. هنقول له برضو سالو. طب لو بدأ ببونجور بنقول له برضو بونجور. بيسألني سؤال وانا برض عليه. ايه هو السؤال بتاعه مسلا عن الدرس دا. كل ماتير تو ام. يعني ايه المادة اللي انت بتحبها. هترد تقول جام لمات. مسلا بيحب المات. او اي مادة انت بتعاف تكتبها صح. كل جور تو نو واو لسي. ايه الايام اللي شترافية اللي سي هتقول جو نو واو لسي. لفندردي ايه لسامدي. ممكن ما تكتبش الجزء دا لو انت ايه يعني خايف او خايف انك تغلط وكده. اكتب الايام على طول. لفندردي ايه لسامدي. فكده ايام الاسبوع لازم قلن ايه حافزنا كويس. بمعناها. كسك تفى لويك اند بتعمل اي في لويك اند اكتب اي جملة سهلة. لويك اند جو في او كلوب. دي اسهل جملة ممكن تكتبها بروح النادي. ابيانتو. الى لقاء اه تبا ابيانتو. ممكن يجيلي ايميل تاني. زي ما تفاقنا دو. هنعكسها هنا مع او او هنا نعكسها مع دو. سالو سالو. كالاكتيفتي تعمل ايه الانشاطة اللي بتحبها في الايكول. اكتب اي حاجة. مسلا جملة ميزيك بحب الموسيقى دي سهلة جدا. كمبيان دو كور تياه برجور. عندك كم حصة هتقول جي ست كور. عندي سبع حسس او تمانية او تسعة. كمبيان دو تان ايه لو كور. يعني الوقت الحصة قد ايه. هتقول لو كور ايه اين او. بتكون ايه. قدتها ساعة. ابيانتو. ابيانتو. طيب بنسبة بالسجيل عندنا. بيقول لي هنا اتكلم عن اليوم المدرسي و قدور الحصة. هتقول جي في اوليسي سانك بروح المدرسة خمسة ايام في الاسبوع. ساعة سبعة ونص تكتب سبعة براحتك. جي سيس او سي كور برجور. عندي ست حصص في اليوم. اول حصة بتكون الساعة تمانية. جي دي جون او سيلف او ميدي. بتغدى في السيلف وقت الدور. شغنتر شي موا او كاتورز او. يعني برجع عندي ساتنية. او لسي في لسي. جي فزيك عندي فزياء. شيمي كاميا بيولوجي احياء. مت رياضيات. اس فيتي. الجيولوجيا. انجلي ارلو فرانسي. انجليش و فرنش. جادور لي لونج اعشاك اللغة. ممكن تقتصر السجيدة عادي. مش مشكلة بيطلم منك من 14 ل 15 كلمة. بغل دو تيجو سكولير. اتكلم عن الحاجات اللي بتحبها في اليوم. جيو في او لسي سامي مارتا. يعني حتروح بروح مدرسة سامي مارتا. وتكتب اسم مدرسة بتاعتك. جي تودي. ويت ما تيغو لسي. بادرس 8 مواد دي في المدرسة. جادور لي لونج. اعشاك اللغة. جيو نم با لافيزيك. مش بحب الفيزياء. جيم لي مت بحب الماث. الازار والرسمة. جي سوي اكسلون انشيميانا قوي قدا و اكسلون في الكامياء. جيو دي التاست لكور دو ميزيك وبقرة حصة الميزيك. الموسيقى. يعني في الدا. في السجيزة دا. استخدم جيم. جيو نم با. او جادور. او جيو دي التاست. يعني استخدم التعبيرات دي. مع المادة دراسية. جيم او حب. جو نم با لا او حب. جادور اعشاك. جو دي التاست اكره. وتكتب بعديهم المواد دراسية. وكده يكون خلصنا لسون دو. وان شاء الله زي ما قلتوكم هعمل لكم طيب فيديو برضو مراجعة على لسون دو كحل على الاسئلة دي كلها. علشان خاطر تكونوا مستعدين لسون تغوى. هعمل لكم طيب فيديو. في مراجعة على الدرس الاول. ومراجعة على الدرس التاني بإذن الرحمن. وهنزله لكم. علشان خاطر تتضربوا كتير على انواع الاسئلة تيجي. وطريقة حلها. اه اتمنى انتو تكونوا يعني فاهمين ومستوعبين اللي انا بشرحه اسناها الحصة. يعني لو في اي حاجة برضو ممكن تكتبولي في التعليقات. اه في جروب اه على الفيسبوك اه اللي هو دفعة قولة سنوي. اه لغة فرنسية. ممكن تدخلوا عليه. هنزل عليه برضو فيديوهات دي. ممكن لو انتو عندكم استفسارة او عندكم حاجة باش فهمينها بعتولي. وانا اردو لكم عليها ان شاء الله. في برضو فيسبوك بتاعي باسم هاني عياش. وطبعا انتم عارفين القناة بتاع اليوتيوب. اه فلو في اي استفسار او اي حاجة عند اي حد او في اه في نقطة معينة في القواعد او كده يقول لي عليها وان شاء الله هساعدوا فيها. هتمنى انتم تعملوا شير للفيديو ده لصحابكم. اه عشان نقدر يعني يقدروا يتابعوا معنا من اول الترم. ما فيش حاجة تفوتهم. وباذن الرحمن كده اخلص معكم الترم قبل الوقت ما يسرقنا. كان معكم ميسيوهاني عياش من قناة عامورة الفرنسية على اليوتيوب. اغضوا.